لا تلوح في الوفق السياسي العراقي اية مؤشرات على امكانية السئنة في عقد جلسة مجلس النواب ولا عودة لانعكاد جلسة مجلس الوزراء بحضر كوي ولا تلوح في الوفق ايضا ملامح لحلول وقعية وعملية للازمة الخانقة التي بدت هذه المرة ان نهايتها مبتوحة وسائبة الى حد كبير او غامضة ومجهولة المسارات والمآلات فكثرت الدعوات لعودة التئام المجلس قوبلت بتعنط مواقف الكتل السياسية المنقسمة على مر الفترة السابقة من 2003 الى حد الان لم نلحظ وجود عملية تماسك داخل قبة البرلمان على الاكس كانت دائما هناك عبارة عن مجموع من الصراعات المكوناتية او الصراعات السياسية ما بين المكونات داخل القبة لذلك كنا نلاحظ ايضا ان هناك في بعض الاحيان تكون هناك عملية صناعة للازمة يعني كان تنتج عن هذه الازمات مجموعة من الخروقات الامنية التي وصلت في بعض الاحيان الى ان يكون هناك اكثر من عشر خروقات في محافظة بغداد بالذات هذه الاشكاء يعني هذه العملية تريد ان تأطي رسالة ان الحلول لا بد ان تكون حلول سياسية رئاسة مجلس النواب التي يرى النواب المعتصمون بانها فقيدة للشرعية لا تزال تدعو الكتل السياسية للحضور الى مجلس النواب واستئناف مهمه في حين يرفض الكرد الحضور الى المجلس ويسومون على جلسات البرلمان مقابل حصولهم على بعض الامتيازات المالية وعلى هم شي ذلك رفض نواب جبهة الاصلاح الحضور الى اي جلسة برئاسة الجبورية شروطنا واضحة نحن لن نلتزم باي مبادرة من السيد سليم الجبوري سواء تشكيل لجنة او دعوة الى رئاسه لان لا نقبل اي مبادرة من السيد سليم الجبوري لان سليم الجبوري هو نائب حاله حال اي نائب من النواب لان هو مقال وليس لديه شرعية وقانونية حسب رأينا وهناك طعا مقدم للمحكمة الاتحادية وبموازتي ذلك مددت رئاسة البرلمان الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد على امل استئناف عقد الجلسات النيابية لتوجه سهم الانتقادات الى الرئاسة بانها خرقت الدستور الذي تنص المادة الثمينة والخمسون فيه على ان يمدد الفصل التشريعي بتصويت نواب البرلمان لا بقرار من الجبوري عمر العامري قناة بلادي